يرمي بسهام الإبداع فيصيب بدقة بالغة شباك خصومه ملك الريمونتادا الذي يقلب الموازين بكبرياء الشامخين وفي لمح البصرة خصوصا إذا تعلق الأمر بالأنفاس الأخيرة للمباريات بصدر موشح بشارة الأبطال تمكن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين من رفع رصيده من الأهداف الدولية رفقة على بي سيليستي إلى تسعين هدفا بعد هدفيه مع الأرجنتين في شباك جاميكا أثناء المباراة الويدية التي أقيمت بينهما فجر الأربعاء بصدر موشح بشارة الأبطال تمكن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين من رفع رصيده من الأهداف الدولية رفقة على بي سيليستي إلى تسعين هدفا بعد هدفيه مع الأرجنتين في شباك جاميكا أثناء المباراة الويدية التي أقيمت بينهما فجر الأربعاء البرغوث الأرجنتيني تمكن من تحقيق هذا الرقم بعد مسيرة ذهبية رفقة عازفية تانغو الوصول إلى هذا الإنجاز جاء من بوابة المباراة التي انتهت بفوز كتيبة سكالوني بثلاثية نظيفة أمام جاميكا ليقفز ليونيل ميسي إلى المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيل للأهداف مع المنتخبات الوطنية إنجاز ميسي هذا جاء في وقت نجح فيه المنتخب الأرجنتيني في الحفاظ على سجله الفريد حيث لم يخسر في أي مباراة بعد 35 خاضها على التوالي